عن شايماء عبدالعزيز مين شايماء عبدالعزيز؟ شايماء بنوتا عندها 18 سنة احنا طبعا نعرفين في ناس بترسم يعني الريشة والألوان والحاجات وفي ناس بترسم بالألوان يعني فيه أنواع كتيرة من الرسم بسألنا الحقيقة كتأوي مرة عرف ان ممكن حد يرسم بالقهوة بالملوخية الخضرة بالشوكولاتة مش عايزة اقولها اش ما تبقاش اعلاني يعني نيوتالا والحاجات اللي هي البرطمانات دي المغرية قوي لا الحقيقة بالفشار بالبوبكورن فيه ناس بترسم بالبوبكورن هي شايماء بتعمل كده وحقيقة انها رسمة رسمات جميلة جدا والموهبة دي عندها وبدأت وعندها كان 18 سنة وبدأت كمان يعني ما شاء الله هي وسطت لمرحلة عالية فيه وبدأت تعلم بقى قريبها واخوتها وولاد اخوتها فازاي ممكن نستفيد من التجربة دي او من الموهبة دي هنشوف مع بعض وعايزة بس اشكر شايماء عشان لسه والله لسه شافاها النهاردة ان هي الحقيقة رسمتلي صورة شاف حد بان ولا لأ معلش انا لسه واخدها من قبل الهواء مفمال حيش هبروزها ولا عمل حاجة بس هي الصورة دي دي بالقهوة دي مرسومة بالبن بالقهوة مش بن قهوة معمولة قهوة وحتشوفه في اول التقرير كده فنجان قهوة وهي بتحط الريشة فيه وبترسم فانا بشكرك جدا يا شايماء والله يتعطي نفسك بس يعني مرسي جدا على الرسمة دي بس انا عايز اقول لك لما او مقلولي دي رسمة بالقهوة معتش امها البن مش بحوج يا شايماء فبعد اذنك بس المرة الجاية حتعيبك بس البن يبقى غانق محوج لو سمحتي تعالوا وشوف مع بعض تقرير زملتنا مريدة امير مع البنوتة الجميلة الفنانة اللي عندها 18 سنة شايماء عبدالعزيز والموهبة الجميلة دي ونرجع مباشرة نتحدث عن صناعة السيارات وستراتيجية صناعة السيارات في مصر وكيف تستطيع مصر ان تتقدم خطوات كثيرة من خلال مجموعة من الرؤى والافقار من خبراء ومن من يعمل في هذا المجال بعد هذا التقرير اسمي شايماء عبدالعزيز عندي كان 18 سنة بدأت الرسم ان انا عملي 4 سنين بدأتها على ايد بابا الله يرحمه كان مهندس معماري حبيت ان انا اشوف اللي هو بيعمل وقلده بس الطريقة تانية مختلفة بدأت الرسم كان الرسمات العادية كان ايما ما فيش نت كان بيوقفه التلفزيون وارسلم له شغطيات كارتونية مثلا من افلال من اي حاجة رسمت بالنوتيلة وبالقهوة بالصالصة والكركم والعسل والملوخية المشفى الحاجات دي بتترسم بفن معين اسمه بوب أرد اول رسمة بدأتها كانت رسمة أوبانا بالدانت ما باستخدمش القرش في الرسمة بالقهوة باستخدم الودانات وباستخدم من العطيان الشيش طوق بتوع المطبخ علشان تبقى كلها حاجات متوفرة معايا في البيت ده بيكون كمان توفير في أغير ان هو توفير في الأدوات بيكون تميز في الأدوات اللي بقى سنجيها محمد صلاح لسامته كانت في الفترة برضو اللي هو بتاع كاس العالم كده كان حاجة بالنسباتي زي نظام تشجيع لمحمد صلاح عملت شارلي شابلين بالكوفي ميكس والقهوة شارلي شابلين من الشخصيات اللي أنا بحبها تابعها برضو من زمان من وانا صغيرة كان على طول الحاجات استعمتها اللي هو بيعملها وكده دي كنت بحب جدا ان انا سمعت أخذت درع تميز وكرمت من سفير السودام بدرع برضو أخذت معارض مادليات وفريق فرسان الفن يعتبر أكثر فريق هو دعمني لإني بشارك معايا دايما نهاردة أنا رسمت الدكتورة منا فاروق عملتها بالقهوة برضو حبيت نرسمها بشيء مختلف شوية بنات خواتي وقت الصغيرة هم طالعين زي برضو في حب الرسم نبدأوا من نفس السن اللي أنا بدأت منه بس الفرق إن أنا اللي بيدربهم يعني أي حاجة أنا بتعلمها بحاول إن أنا أعلمها لهم وهم ونفسهم حابين كده جدا يعني هم حابين يتعلمون أختي الكبيرة بتعلمني نرسم إزاي مدلمون إزاي ونفسي لو مجبرة بقى زيها أنا بحب الرسم الخلط وبتعلمني نرسم الكارتون موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة